معي من جدة دكتور خالد باطرفي المحلل السياسي وينضم إلينا من دبي كاميليا انتخاب فرد الخبيرة في شؤون إيران والشرق الأوسط سيدة كاميليا ما الذي أراد الإيرانيون قوله عبر إعادة انتخاب روحاني بـ 57%؟ نعم مساء الخير وأشكركم لإصدافتي في برنامجكم تصوروا أنه رغم أن محور الانتخابات كان يركز على الاقتصاد والبطالة ولكن الأصوات التي حصدها حزر روحاني عبرت عن رغبات النخبة الإيرانية والشباب الإيراني لحصوله على المزيد من الحريات الثقافية والمدنية وهناك الكثير من الناس في إيرانيا هم يخشون من العنف كان مجيء رئيسي يعرض البلاد إلى المزيد من العنف والتوتر ولكن نظراً للأزمات المستعصية في المتقاف الشعب الإيراني صوت لحصر روحاني ليعبر أنه يريد الهدوء حدث هذا رغم أن هناك الكثير من الأزمات الانتخصادية التي تعاني منها إيران لم تمضي من الاتفاقية النووية إلا سنتين وأمام حصر روحاني الكثير وعلى هذا الأساس يمكن أن الشعب الإيراني ليقض قد عرف أن الهدوء السياسي هو يؤدي إلى تنمية اقتصادية وعلى هذا الأساس أتصور أن الشعب الإيراني صوت لحصر روحاني في هذه الانتخابات فهم ينون أن يحصلون ويتمتعوا بأجواء هادئة وثبات اقتصادي فصوتوا لحصر روحاني كيف يقرأ برأيك المرشد علي خامناء والحرس الثوري وهما الحاكمان كما تعرفين ويعرف الجميع الحاكمان الحقيقيين في إيران كيف يقرأان هذه النتيجة؟ أنها تصويت ضدهم مثلا؟ أنا لا أتفق مع ما يرد في الإعلام بأن خامناء هو مع إبراهيم رئيسي لأنه لم تظهر أي حوافظ من مرشد الجمهوري علي خامناء بشكل مباشر لم يظهر أي دعم من مباشر لإبراهيم رئيسي ولكن في المقابل الحرس الثوري دخل بكل قواه لدعم إبراهيم رئيسي في الانتخابات ومن أجل حصول على المزيد من الامتيازات والتنازلات الاقتصادية وكان إبراهيم رئيسي يطمن لهم الحصول مثل هذه الامتيازات الاقتصادية ولكن إبراهيم رئيسي كان قد اتخذ سياسة الوقوف خلف الحرس الثوري وأتصور أنه على هذا الأساس تصور البعض في الإعلام أن إبراهيم رئيسي هو المرشح المفضل لدى مرشد الجمهوري علي خامنائي ولكن بقاء حسن روحاني في المنصب لأربع سنوات قادمة هو يعبر عن إرادة أخرى للشعب الإيراني من أجل مزيد من الثبات الاقتصادي وحسن روحاني بدأ أنه المرشح المفضل لدى ناخبين الإيرانيين من أجل الوصول إلى هذا الأمر في موضوع خلافة علي خامنائي كان الكثير قد تنوى بأن إبراهيم رئيسي هو من يمثله ولكن هذا غير صحيح نعم ولكن سيدة كاميليا أكرر السؤال بصيغة أخرى هناك قراءات كثيرة تقول أن تصويت الشعب الإيراني لشعارات التي رفعها حسن روحاني المزيد من الحريات إطلاق صراح قادة الثورة الخضراء الانفتاح حل الغرب هذا في مجمله الدفاع عن الاتفاق النووي أيضا هذا في مجمله وصفة أو صورة كأنه تصويت ضد المرشد خامنائي والحرس الثوري الإيراني هل يفهم المرشد والحرس الثوري النتيجة هكذا؟ لدي وشتدر أخرى تختلف معك السيد خامنائي لم يتدخل في الحملات الانتخابية وكذلك حسن روحاني لم يتطرق إلى اطلاق صراح قادة الحركة الخضراء أمير حسين موساوي وزارة نورد كل مقاله هو أن الأصوات الكثيرة سوف تدعم موقفي في اطلاق صراحهم ولكن الرسالة وصلت إلى خامنائي والحرس الثوري لأن ثلثي الشعب الإيراني هم ضد المغامرات التي تقوم بها المؤسسة التابعة المرشد الجمهورية الإيرانية في المنطقة اليوم وزير الدفاع هنأ حسن روحاني وأتصور أننا دخلنا إلى محل بأن مؤسسات تابعة المرشد الجمهورية سوف تقوم بتطبيق نفسها وإلا تؤدي إلى إلغائها من نظام الجمهورية الإسلامية نعم سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل أستاذ خالد بطرفي في جدة كيف ينظر الإقليم برأيك قبل أن نتحدث عن العالم إلى إعادة انتخاب حسن روحاني في طهران انتصار لما يوصف بتيار الاعتدال أم لا لن يتغير شيء وحقيقة رسالة من الشعب الإيراني إلينا جميعا أنه لم يقبل ولم يوافق على هذه التدخلات الإيرانية والمغامرات العسكرية وإثارة الفتن في المنطقة واستعداء العالم ضده لم يوافق على ذلك ولذلك كانوا في الثورة الخضراء ضد التزوير الرئاسي في 2009 خرجوا يقولون لا غزة ولا لبنان روحي في داء إيران هذه الرسالة وصلت بوضوح في كل مرة كانوا يصوتون فيها لرئيس يرفع شعارات إصلاحية وشعارات تنمية وحريات ورخاء هم مثلنا ومثل كل شعوب العالم هذا ما ينشده أي شعب ولكن للأسف الشديد أن الرسالة يبدو أنها تجد صعوبة في الوصول إلى الذين يصرون على أن يجعلوا إيران في وجه العالم وفي وجه المنطقة ويصرون على مشاريع عقائدية وقومية يعني هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع روحاني لم يستطع خلال الأربع سنوات الماضية أن يقف في وجه هذه المؤسسة الضخمة التي تختار من هم المرشحين أصلا ثم تدعم التيار الذي يريدونه ولو كان ترك للشعب الإيراني أن يختار بحرية كاملة وسمح للأقليات الأخرى المضطهدة في إيران وجدت الحرية ووجدت هناك جدوى من هذه الانتخابات لو وجدنا روحاني وصل إلى أرقام أعلى من ذلك بكثير ربما على الأقل لتوصيل للرسالة التي وصلت إلينا ولكنها لم تصل لا إلى قيادات الحرس الثوري ولا إلى القوى المتشددة ولا إلى المرشد الأعلى علي خامئني إذن مثلا دولة كالمملكة العربية السعودية برأيك لا تستبشر خيرا بإعادة انتخابه اليوم قبل قليل في الواقع قال الوزير عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي الذي يرافق رئيس ترامب في زيارته إلى المملكة والمنطقة إننا نحكم على إيران من خلال أفعالها وليس أقوالها صحيح لأن الأقوال التي لا تدعمها الأفعال هي إهانة هو احتقار للطرف الآخر عندما تعطيه من الوعود ومن الكلام المعسول ثم يجد على الأرض عكس ذلك يعتبر هذا شيء من الدجل السياسي عندما زار ضريف الكويت بعدها بأربعة أيام وبعد كل الكلام الجميل الذي سمعناه اكتشف الكويتيون أربع خلايا ضخمة إرهابية في الكويت متصلة بحزب الله الذي هو الراعي الذي ترعاه إيران طيب أستاذ دكتور خالد وضرفي لو سمحت لي أنت تريد أن تقول أن حسن روحاني لا يمتلك القدرة على اجتراح علاقات جديدة مع الإقليم أم لا يمتلك الرغبة؟ أحيانا أشك أنهم كلهم وجهين لعملة واحدة فروحاني عندما نعود إلى تاريخه هو جزء من هذا النظام يعني هو كان شريكا ومؤسسا لهذا النظام الإرهابي النظام العقائدي النظام الغير عقلاني الذي يقوم بكل هذه المؤامرات ثم هناك أشياء كان يفترض أن يفعلها وعد بها ولم يحققها يعني حالات الأعدام قضايا الأعدام زادت في عهده التدخلات في شؤون الآخرين زادت في عهده الدعم للملايشيات المتطرفة زادت في عهده المال الذي جاء نتيجة للاتفاقيات النووية استخدمة للأسف الشديد في مزيد من المغامرات ماذا رأينا من روحاني يذكرني ببيريز يعني كلما جاء هذا الوجه أو وضعت إسرائيل أرادت أن تقدم للعالم وجها معتدلا وضعت رجلا من العمال تكلم كلاما جميلا وفلسفيا لتقنع العالم لكن في عهد بيريز زادت المستوطنات أكثر بكثير من هذه نقطة مهمة دكتور بطرفي دعني أن قلها إلى كاميريا في دبي فعلا ما الذي سيتغير في السياسة الخارجية كان هناك بعض الوعود بشأن هذه السياسة أطلق الرئيس حسن روحاني في حملته الانتخابية لكن في النهاية كما يقول الجميع أو كثيرون سيدة كاميريا الرجل ليست بيوسعه فعل شيء هو منفذ لسياسات يرسمها المرشد ومؤسسة الحرس الثوري لماذا إذن كل هذا الاستبشار العالمي بإعادة انتخاب روحاني أنا أتصور عن المحور الأساسي للشعارات التي طرحها حسن روحاني هي حل التسوية للقضية النووية كل ما بد له من جهد حسن روحاني خلال الأربع سنوات الماضية كان قد ركز على الملف النوو الإيراني والمفاوضات الطويلة التي خاضها أنا أتصور أن هناك لم يكن المزيد من الفرص ولم تكن مزيد من الوقت لحل الكثير من الأمور وبالتزاون مع ذلك حدثت هناك الكثير من تدخلات الحرس الثوري في شؤون الدول المنطقة فترشي حسن روحاني لولاية أخرى أتصوره لحل مثل هذه القضايا أنا متفائلة جداً بأنه من خلال هذه الانتخابات سوف يحل هذه القضايا كما سمعنا عتاباً منه ومن حكومته ضد المتورطين باقتحام السفارة السعودية وإحراقها في طهران أنا أتصور أنه بعد إلغاء المزيد من العقوبات وثمار الاتفاق النووي سوف يركز حسن روحاني لحل المزيد من القضايا الإقليمية مع الدول المجاورة أما فيما يتعلق بحزب الله أنا لا أتصور أن تخوض إيران هناك مفاوضات بالشأن العلاقة مع حزب الله لأن هذه العلاقة هي علاقة معقدة جداً ولكن فيما يتعلق بالاختبارات الصاروخية التي تجريها إيران سوف تقوم إيران بمفاوضات مع الدول المختلفة وأيضاً هناك بعض الدول مثل الكويت مثل سلطنة عمبان سوف تقوم بوساطات لإجراء حوار مع المملكة العربية السعودية هم يبحثون عن ظروف تسمح لهم بإجراء مثل هذا الحوار مع دول مجاورة هذه نتيجة الانتخابات أدت إلى المزيد من التفائل في الأولايات المتحدة الأمريكية حيث المصالح الأمريكية هي متشافة جداً بالمصالح السعودية استمعنا إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون يقول قبل قليل في الرياض إنه يأمل أن يعمل حسن روحاني على وقف تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة التي تدعمها إيران ويأمل أن ينهي روحاني التجارب الصواريخ الباليستية أو برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية كثير من الأمل هل يستطيع روحاني أن يفعل كل ذلك؟ أنا أتصور أن النسبة العالية للأصوات التي تمتع بها حسن روحاني سوف تمنح بعض القدرة ليقف بوجه الحرس الثوري لأن ثلثي الشعب الإيراني قد صوت لعدم العنف والتخلي عن العوف على هذا الأساس أنا أتصور أن الحرس الثوري سوف يتخذ مواقف جديدة ويعدل من مواقفه وهي هذه المرحلة مرحلة الانتخابات هي مؤشر إلى مواقف جديدة من قبل النظام الإيراني فالخارجية الإيرانية بدأت تبدي الكثير من التدخل في قضايا مثل اليمن من خلال الحديث مع الحوثيين والسعر لتعديل موقفهم وأيضا في موضوع الموضوع العراقي الخارجية الإيرانية وأيضا في أفغانستان في موضوع طالبان قامت الخارجية ببعض المفاوضات مع الأطراف المتصارعة سنرى ماذا سيد خالد دكتور خالد بطرف أنتم في المملكة العربية السعودية ماذا تنظرون عمليا من حسن روحاني أو إيران لكي ربما تنفتح قناة الحوار هذه التي تطالب بها إيران منذ زمن ليس قصيرا هل ترون أن الرئيس حسن روحاني قد يقوم بمبادرة من هذا النوع أم أن على المملكة كما يقترح البعض أن تقدم بمبادرة تتقدم بمبادرة لإجراء حوار مع هذه الجارة إيران مجلس التعاون الخليجي الذي يمثلنا جميعا في منطقة الخليج رد على الطلبات الإيرانية بالحوار بثلاثة شروط الشرط الأول أن لا تعتبر إيران نفسها المرجع لكل الشيعة في المنطقة بحيث أن ولاء الشيعة في السعودية أو في البحرين هو لإيران وليس للدولة التي هي فيها وأعتقد هذا مسألة منطقية الثانية أن تمتنع عن التدخل في شؤون الآخرين بحيث لا نجدها تبدي رأيها فيما يحدث في البحرين من شؤون داخلية أو في السعودية إعدام إرهابي يثير الدنيا ويحرق السفارات ترتكب جرائم باسم التدخل في شؤون الآخرين وتصدير الثورة يجب أن تمتنع عن هذه الأمور الثلاثة تصدير الثورة تدخل في شؤون الآخرين وعدم اعتبار نفسها مرجعية للشيعة في هذه الحالة إذا وافقوا وأعلنوا موافقتهم على هذا الأمر الذي لا بد منه إذا كانوا يعتبروا أنفسهم عضو في الأمم المتحدة لأن هذه من الشروط الأساسية للعضوية فستقبل دول الخليج أن تتعامل معها كدولة وليس كثورة الذي يفعلونه الآن هو منطق الثورة ومنطق تصدير الثورة منطق الميليشيات وليس منطق الدولة عضو في الأمم المتحدة وبالتالي يستحيل التعامل أو الحوار معهم لأنه ليس توجد هناك قائدة السعودية ودول الخليج لا تتعامل مع الإرهابيين مع الميليشيات مع رعاة الأرهاب ولكن تتعاون مع دول ذات سيادة دكتور خالد بطرفي لكن البعض يقول أن المملكة العربية السعودية وقد أبرمت اليوم اتفاقيات دفاعية بمليارات الدولارات مئات مليارات الدولارات في الواقع مع الولايات المتحدة بوجود الرئيس دونالد ترامب الذي ينتهج خطابا عدائيا تجاه إيران لا تشجع هذا التيار المعتدل داخل إيران متمثلا من رئيس حسن روحاني على تقديم مبادرات إنما في الواقع تضعفه وتقوي من التيار المتشدد ما قولكم؟ يعني هذا هو الشرك الذي وقع فيه أوباما ظن أنه يستطيع تغيير إيران من الداخل أن في إيران فعلا تيار يستطيع أن يقاوم التيار المتشدد وأن يغير السياسات وأن يصنعها ثم اكتشف في نهاية المطاف أنه لا يستطيع أن يغير شيئا هو في الواقع كان يدعم التيارين كان هو رجل بوجهين وجه يبديه للعالم ووجه هو الوجه الحقيقي يعني روحاني هو قناع لعلي خامئني وعندما يشاء يقلع هذا القناع وعندما يشاء يضعه فالتعامل الحقيقي يجب أن يكون مع المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية هي الحاكم الحقيقي في إيران هي التي تتحكم في وزارة الدفاع في الحرس التوري في الاستخبارات العامة في كل القوى التي تبث الإرهاب والطائفية والدمار في المنطقة لا نستطيع أن نتعامل مع وجه كضريف أو روحاني إذا كانت الخيوط الحقيقية هي في يد المرشد العام طيب ابقى معي لو صبحت مشاهدين ينضم إلينا الآن في نهاية البرنامج الأسف الشديد جاء متأخرا دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران دكتور أحمديان برأيك هل سيستطيع الرئيس حسن روحاني بعد فوزه في الانتخابات تحقيق برنامجه داخليا وخارجيا أم أنه سيصطدم بالمؤسسة المحافظة كما حصل مع سلفه الرئيس محمد خاتمي أولا تحية لكم وللضيوف الكرام والمشاهدين للأسف الاحتفالات في شوارع طهران منعتني من أن أكون معكم منذ البدء القضية أن الرئيس روحاني اليوم بانتخابه بـ 23 مليون ونصف المليون من الأصوات هو أقوى بكثير عن الأربع سنوات الماضية في الأربع سنوات الماضية الرئيس روحاني استطاع أن يحقق جزءا من برنامجه وطبعا موجهة بضغوطات أيضا في الأربع سنوات القادمة يتوقع بناء على الأصوات العالية التي حصل عليها وفاز بفارغ كبير أن يكون له صوتا أقوى أن يكون له يدا أعلى في السياسة الداخلية والخارجية طبعا سياسات العليا والاستراتيجيات الرئيسية للبلاد يجري الاتفاق عليها في المجلس الأعلى للأمن القومي كما حصل في الاتفاق النووي حصل إجماعهم في داخل هذا المجلس للذهاب لهذا الاتفاق وأعتقد أن برامج الرئيس روحاني في سياسته الخارجية تحظى بدعن كبير في داخل هذا المجلس الذي يحضره ممثلين عن المرشد وممثلين عن الحكومة والجهات الرئيسية التي تتخذ القرارات هنا في طهران لذلك هذا الصوت العالي أعتقد أنه سيعطي الحكومة لكن خاتبي كان له أيضا صوت عالي أستاذ أحمد زيانو في النهاية لم يحقق الكثير كما تعرف ويعرف الإيرانيون لا طبعا هو داخليا على الأقل اليوم يعني الصوت الذي منحه الإيرانيون له قال يؤيد أنهم قبلوا بما أتى به هو أولا قاوم التضخم في الاقتصاد الإيراني انحدر بمعدلات التضخم إلى حد كبير وهذا ما يحسه الإيراني بشكل كبير القطاعات المختلفة طبعا الإنجازات لم تكن بالمستوى المتوقع لكن التأييد الشعبي يشير إلى أنه الشعب أحس بهذا التقيير أضف إلى ذلك أنه في السياسة الخارجية الرئيس روحاني أحدث تقيرا كبيرا في السياسة الخارجية الإيرانية من خلال تعاطيه مع القوى العظمى تعلم أنه أحد المحرمات منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 حتى الاتفاق النووي أنه لا تدخل إيران في تعاون استراتيجي أو أي برنامج مع دولة عظمى لأنه في إيران هناك شيئا من عدم الاعتماد أو الاتكاء على أقوال القوى العظمى لكن في عام 2015 إيران دخلت أولا في الاتفاق النووي وثانيا دخلت في تعاون استراتيجي قير مسبوك في تريفها كان بارك أوباما رئيسا للولايات المتحدة اليوم هناك دونالد ترامب دكتور أحمد يان بالتأكيد دونالد ترامب سيحد الكثير من قدرات الحكومة على تحريك ملفاتها في السياسة الخارجية لكن بوجود خطاب اعتدالي متزن وعقلاني في داخل إيران إيران ستجد لها آذانا ساقية في الاتحاد الأوروبي روسيا الصين والقوى الأخرى التي طبعا وقعت على الاتفاق النووي نعم للأسف انتهى الوقت للأسف الشديد شكر لك دكتور أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران الشكر من دبي لكاميليا انتخابي فرد خبيرة في الشؤون إيران والشرق الأوسط والشكر لضيفنا في جدة دكتور خالد باطار في المحلل السياسي وشكر لكم أنتم مشاهدين على طيب المتابعة كونوا بخير اشتركوا في القناة